وفترة العشار او الحمل في الاغنام هي 150 او 155 يوم تزيد شوية او تقل شوية حسب السلالة اللي انت بتربيها وحسب العوامل المحيط بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم من اشهر المشاكل اللي بيوع فيها مربين الصروة الحيوانية هي مشكلة التغذية اثناء فترات العشار او الحمل لان الحقيقة كتير من المربيين ما يعرفش ان حاجة الحيوان في الشهور الاولى مختلفة عن الشهور الاخير واحنا في فيديو النهاردة وبعد طلب كتير من المتابعين هنتكلم عن رعاية النعاج العشار لازم انت تكون فاهم ان حاجة الحيوان في الشهر الاول مزي حاجة الحيوان اطلاقا في الشهر الخامس وهنا احنا بنتكلم عن حاجته الغذائية للطاقة والبروتين والالياف طيب خلنا نتعرف الاول على عملية الحمل يا طرق ايه هي عملية الحمل الحمل هو عملية فيسيولوجية بتتم بتكوين وتغذية جنين وده بداية من تلقيح البويضة الأنثوية بالسائل المنوي إلى حين خروج الجنين إلى الدنيا وكجسم جديد بيتكون داخل جسم النعجة هنلاحظ في البداية وفي بداية أشهر الحمل يعني أن بيحصل تضاد بين الجسمين لأن الجسم الجديد ده يعتبر جسم غريب وبعد كده بتتم الوحدة العضوية بين الجسمين عن طريق ظروف داخلية وهي الهرمونات وظروف خارجية وهي البيئة المحيطة وأي خلل في هذه الظروف سواء الداخلية أو الخارجية بيحصل انفصال بين الجسمين فيما يعرف بالإجهاض طيب يا طرق ايه هي أشكال الحمل؟ شوف يا سيدي الحمل ده إما الحمل الفسيولوجي الطبيعي أو حمل بأكثر من جنين أو حمل مرضي أو حمل كاذب أو حمل على حمل أو حمل من أكثر من أب أو بأكثر من سائل منوي لو التلقيح بيتم بالتلقيح الاصطناعي وكل دي أشكال الحمل وفترة العشار أو الحمل في الأغنام هي 150 أو 155 يوم تزيد شوية أو تقل شوية حسب السلالة اللي انت بتربيها وحسب العوامل المحيطة وفي هذه الفترة بيتطور حجم الجنين من 2 جرام في الشهر الأول لحد ما يوصل ليه 2 كيلو جرام في الشهر الأخير ولازم انت تعرف النقطة دي كويس إن 85% من الوزن ده بيتكون فيه آخر شهرين طبعا ليه بقولك كده؟ علشان تفهم إن في آخر شهرين النعجة هتحتاج لطاقة وبروتين مختلف إطلاقا عن الشهور اللي قبل كده وفي أثناء برضو شهور الحمل دي بتحصل تغيرات في جسم النعجة العشار زي تمدد الرحم مثلا واختلاف الغدد اللبانية وكمان اختلاف الهرمونات سواء في الدم أو في البول طيب الهدف من فيديو النهاردة أنا إيه هدف يعني من رعاية النعجة العشار بالتحديد؟ الغرض بكل بساطة من رعاية النعجة الحوامل هو الحصول على موليد ذات حيوية عالية وقدرة على الاستمرار في الحياة وكمان عشان الموليد دي تديني بعد كده أفضل إنتاج سواء بقت هذه الموليد أمهات أو بقت ذكور بتستخدم في التسمين أو التلقيح كمان الغرض المهم جدا من رعاية النعجة الحوامل هو الحصول على أعلى مردود إنتاج من النعجة نفسه وبالتأكيد يبقى احنا كده بنتكلم عن الحليب واللي هيأمن للمولود دوة الغذاء الأساسي في فترة عمره الأولانية ومن هنا بقى هيكون إنت عندك نقطتين مهمين جدا الرعاية الصحية والتربوية والتغذية الكاملة المتزنة طيب أنا برضو مش فهم يعني إيه رعاية صحية وتربوية شوف يا سيدي أول شيء إنك تحافظ على نظافة جسم النعجة الحامل ونظافة جسمها ده بالتأكيد هيكون بنظافة المكان المحيط بيها وده بفرشة تبنع وقش الرز في الأرضية عشان المحافظة باستمرار عن نظافة المكان وكمان التدفئة كمان من الأشياء المهمة هو قص الصوف الموجود حول الأعضاء التنسلي وكمان تأمين التهوية اللازمة مع عدم التعرض للطيارات الهوائية أو للعواصف الرياح كمان لازم أي نعجة عندها تولد قريب إن أنا أعزلها في مكان منفصل قبل الولادة المتوقع بتلت أو أربع تيام ولازم يكون المكان ده مكان جيد التدفئة وكمان ما يكونش مكتوم ده بالإضافة أن يكون مكان معقم ونظيف كمان من الأمور المهمة عدم الرعي بإن عاجل حوامل أو العشار لمسافات بعيدة حتى لا تتعرض للإجهاد كمان بقى من الشيء المهم عدم إعطاء أي أدوية دون استشارة الطبيب البيطاري في المنطقة وبالتأكيد توفير ماء الشرب بانتظام لأن طبعا الماء هو سر الحياة ومن الأشياء المهمة قبل الولادة أنك يكون عندك مقص معقم وكمان كحول بالإضافة لبعض قطع القماش اللي أنت ممكن تستخدمها أثناء الولادة طيب ماذا عن التغذية؟ عملية التغذية ليه؟ أن عاجل حوامل أو العشار بتكون مختلفة في الأشهر الأولى عن الأشهر الأخير يعني في الأشهر الأولى أنت بتحرص أن يكون غذائك متزن ما تكونش نسبة المركزات عالية ويكون نسبة المواد الملأة اللي هو الدريس إلى حد ما معقولة أما في الأشهر الأخيرة واللي احنا قلنا أنه بيتكون فيهم حوالي 85% من جسم الجنين دول اللي لازم تحرص كويس جدا على إعطاء أن عاجل عشار وجبة متزنة من العناصر المركزة اللي لازم ولابد تحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات وكمان الكالسيوم والعناصر الأخرى وده حتى لنا تعرض لمشاكل صحية زي ما احنا شرحنا في فيديو سابق اللي هو الكيتوزيس في الأبقار أو البريجنان سيتوكسيميا في الأغنام والمعز يبقى زي ما قلنا خلطات متزنة من حيث الطاقة والبروتين وكل شهر اللي هو متطلبات غذائية مختلفة عن الشهر اللي قبل وأهم فترة في مرحلة العشار أو الحمل هم آخر شهرين وبطريقة مبسطة ودي تجارب أغلب المربيين النعجة ممكن تاخد في أول ثلاث شهور نص كيلو جرام بس في اليوم أما في الشهر الأخير بيزداد إلى كيلو أو كيلو ربع علف مركز ده طبعا بالإضافة للدريس اللي انت بتقدمه لها كالمعتاد وبعد الولادة وأثناء عملية الرضاعة لازم تزداد كمية المركزات وده علشان تقدر النعجة توفر الحليب الكافي لإرضاع الصغير وبيواجه أغلب المربيين شوية مشاكل مشهورة كده أثناء العشار من أخطرها هو الإجهاد من أهم أسباب الإجهاد هو نقص العناصر الغذائية من فيتامينات وأملح معدنية كمان الخلل في تركيب العليقة نفسها سواء العلاقة بين الطاقة والبروتين بيسبب أيضا الإجهاد وكمان سوء المواد العلافية من أحد الأسباب للإجهاد يعني أنت لو بتقدم لحيواناتك أعلاف متعفنة أو فيها مواد صلبة زي الحديد أو الأسلاك فتوقع أن حيوانك يحصل له إجهاد في أي وقت كمان نقص الميا وعدم الشرب فيه أوقات منتظمة قد يؤدي إلى الإجهاد ضيف إلى ذلك بقى لازدحام الشديد والتعرض للعوامل الجوية أو للظروف البيئية المحيطة اللي بتسبب إلى إجهاد الحيوان وبالتالي خسائر كبيرة جدا في المشروع كمان من الأخطار اللي بتواجه المرب في مشاريع تربيت الإنتاج الحيواني خصوصا فيه الأغنام هو نفوق النعاج الأشار واللي بيكون نتيجة لإصابة هذه النعاج بأمراض التمثيل الغذائي واللي منها زي ما قلنا الكيتوزيس أو البريجنانسيتوكسيمي والإصابة بهذا المرض بتكون نتيجة التغذية على مواد فقيرة أو التغذية على مركزات فقط يعني أنت ما تفتكرش أن انت لو غذيت على مركزات بس الوضع يكون كويس لأن عدم وجود المواد الملأة الجيدة في أثناء نمو الجنين بسرعة يؤدي إلى تمثيل غذائي للدهون أسرع وبالتالي تراكم الكيتونات في الجسم اللي بتكون سامة في أغلب الأحيان فهتلاحظ أعراض المرض ده واضحة جدا على الحيوانات اللي تم تغذيتها على أعلاف مالئة رضيئة أو على الحيوانات التي لم تغذى على أعلاف مركزة قبل الولاد وزي ما تكلمنا في فيديو سابق أن أعراض هذا المرض بتكون عبارة عن خمول ونعاس وعدم القدرة على الوقوف وتمديد الأرجل أو إلقاء الرأسي إلى الخلف وبتدم معالجة الحيوانات المصابة إذا كانت في المراحل الأولى من المرض والشيء المهم هنا بقى في الموضوع ده إنك توفر الملاس في الأعلاف المركزة خصوصا في فصل الشتاء بكده تقريبا تكون تكلمنا عن أهم نقط فيه رعاية النعاج العشار لو لديك أي تعليق أو استفسار ما تنساش تكتبه تحت في التعليقات وكما ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك من المربيين ولأول مرة تتفرج على فيديو عندنا اشترك في القناة لأن وارد إن شاء الله أن ننزل فيديوهات بإذن الله تنفعك بنشكركم على حسن الاستماع والمتابعة واستنونا إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة